المعادلات اللي عملها حزب الله اللي بتقول مثلا هلا بعد ضربة الوحدة 8200 ضحية يعني تل أبيب هذا يا صح بإذا اقتلت بالضحية منضرب هدف أمني إذا دخلت أجواءها مندخل أجواء إذا دمرت مبنى مندمر مبنى أتلت بالطريق مدنيين منقتل بالطريق مدنيين لكن هذا بيصلح صاروخ بصاروخ نزلت بناء من نزل بناء أتلت 200 منقتل 200 يعني معادلة ضحية الأبيب وضعها حزب الله الآن وباتت هي سقف للمواجهة في معادلة الردع مثل معادلة بعلبك جولان طيب السؤال إنه الإسرائيلي ليش اليوم ما عم يطلع بالمنطق اللي عم بحكي بعد ما حكينا بالحرب التي يتحدث عنها أنا أشناها عم نحكي بمنطق العمليات التي تحت سقف عدم شن الحرب الكبرى يعني ما بد نضرب مدنيين ما بدوا يضرب كهرباء ما بدوا يضرب ميناء ما بدوا يضرب مطار ما بدوا يسقط بنايات ويأتوا 200 و 300 و 500 بالغارة هاو محيدون وما بدوا يعمل اجتياح بري عم يعمل عمليات اغتيال للقادة طيب ليش مش كل يوم نشوف عملية بالضاحية شو السبب الأهداف موجودة بجنوب وقيادة المقاومة ما في حدا مننا بالضاحية ما هو بيعرف انه ثقل المقاومة هو في الضاحية الجنوبية انه اذا في خمسة بجنوب من القيادات في خمسمية بالضاحية وبالتالي هو لا يقدم على هذا مردوعا لأن كلفة هذا العمل معروفة وهو لا يريد ان يتكبد هذه الكلفة وعندما يقدم معناته هو قرر بها المرة مش بكل مرة مش مفتوح انه في هدف بعينه الرسالة التي يوصلها استهدافه تستحق ان يتحمل من اجلها ضربة مماثلة على تل أبيب وبالتالي اذا الاسرائيلي هون ما في ردع بالمطلق انه الردع الكامل هي يعني اماركا وروسيا ما حدا قادر يعمل ردع كامل يعني روسيا ما قادر يتعمل ردع كامل لا اوكرانيا وهون انا هلا بيجي على الموضوع الروسي الاوكراني فاذا الردع الاسرائيلي بمعنى وجود تواعد معينة لا يجتازها الاسرائيلي ليش ما راح على ايران مثلا بعد ال14 نيسان وضرب المفاعلات النووية ليش ما راح وضرب مجمعات اطلاق الصواريخ ومستودعاتها مجمعات الطائرات المسيرة ومستودعاتها لانه فيه حسابات للردع هلا بيجي حدا بيقلك والمقامة مردوعة ايه صحيح المقامة ما قالت ولا ادعت مرة انه هي قوة عظمى فوق الردع وانه هي ساعة البدة بتفوت نحن عما يطلع الشعر على لساننا لنأنع الناس بانه المقامة مانا يعني سوبرمانة وبدمروا تل أبيب وأنزلوها فوق رؤوسهم المقامة ما عندها هذه القدرة لتذهب ابتداءا الى حرب كبرى المقامة اذا خيضت الحرب عليها هي جاهزة وقادرة ولديها المشروعية والشرعية لكن ان تذهب هي ابتداءا لا ما عندها هذه القدرة هي بتعرف الكلفة وبتعرف انه ما فيها تحملها الكلفة تعرف انه الكلفة هي انفكاك اللبنانيين من حولها اذا هلا ذهب حزب الله وبدأ هو بتدمير تل أبيب وجاء الاسرائيلي ودمر بيروت ودمر الضاحية جمهور المقامة نصو بتخسروا المقامة وبالتالي هي مش مجاهزة بنيتها لا الشعبية ولا السياسية ولا اللبنانية لتحمل اعباء عمل بهذا الحجم ولذلك نعم لكن نحن عم من ناقش انه الاسرائيلي هل صحيح انه هو ما بيقرى وما بيعمل لا بيقرى وبيعمل حسابات منيحة وبالتالي سياق تطور الحرب مش عم نحكي صورنا بالعام والمطلق صورنا عم نحكي بالمحدد بسياق تطور الحرب هل دخل الامريكي مراحل جديدة من دوائر الردع نعم سحب القوات وتبني معادلة اتفاق غزة ينشئ وقفا لاطلاق النار في جبهتي لبنان واليمن هو دائرة ردع جديدة يدخلها الامريكا ترجمة نانسي قنقر